استعداداً لأجل المناسبات جمعنا الهدايا والزهور وإن كان في الخارج ما يعكر صفو العالم من القتال والمعارك في داخل هذه القاعة عالم موازن آخر يضج بالأصوات والروائح والألوان والأفكار جاءت هذه الفعالية لإبراز الدور الحقيقي الذي تقدمه المرأة لإبراز الدور الفعال الذي من عمق الحرب ومن عمق الحصار وفي ظل الضروب الصعبة بعد غياب ثلاث سنوات كاملة تحثك تعز على الاحتفال بمناسبة ما في قاعة القمة شرق المدينة حيث نظمت مجموعة من النساء بازاراً لعرض مشغولات يدوية لأمهات ضحايا قتلوا في الحرب التي تشهدها اليمن منذ ثلاث سنوات إذ كان بإمكان مناسبة الثامن من مارس أن تبقى في الأذهان كواحدة من أكثر المناسبات النسوية رتابة وفتور فقد اتسمت خيارات المجتمع هناك بنمطية الحرب ليس إلا لتحضر معها كل المناسبات خالية من أي تشويق أو مفاجآت وعلى العكس كان الخميس الماضي طوق نجاة أنقذ المناسبة من ورطة الحرب في تعز حيث ضخ نكهة جديدة كانت المحافظة بأكملها بأمس الحاجة إليها لاستنشاق الفرح ولو لساعات بدلاً من غاز القذائف والبارود ما يزال في الحياة متسعاً من الوقت رغبة في قضاء أوقات لطيفة في المناسبات السعيدة وعند بدايات كل شيء سيمر عليك الشريط والوجوه والأحداث ربما ليس كما حصلت من قبل وقالوا الحرب أفسدت كل شيء في المدينة إلى هنا انتهى اليوم ولم تنتهي الحرب أوقفوها نريد للأطفال أن يكبروا ويغطونا بسلام